حديث على الأستاذ الرئيس وأقولها وبسريح العبارة لابد أن يترشح لأنه مسألة خاصة مسألة شخصية وهو من له حق أن يعلن ترشحه من عدمه أما وكني نحكي على الأستاذ الرئيس لابد من تقييم تقييم شغله من 2019 إلى حد الآن يعني منها كيفاش كان وفي للعناوين العامة اللي تخل من أجلها لمؤسسة الرئاسة ولا لا تقع تقييمه على القاعدة هذه ثم ما هو المطلوب منه إنجازه في العهدة الثانية ظهما زوز أسألة منها مهمة لعلنا بعدين في طار التحليل سنكتشف وأنا سنبين كونه ضرورة يعادة عهدة ثانية أصبحت أمرا ضروريا ليش أولا لابد أن نتفق على القيم لابد أن يكون منطلق كل المترشحين والكلمة هذا اللي نوجه فيه مش مترشحين لأبناء شعب التونسي هو اعتبار أن هناك سقف يحمي الجميع اسم الدستور الجمهورية التونسية الدستور 25 اللي في داخله يقع تحديد الوظائف داخل وظيفة القضاء داخل وظيفة التشريع وداخل وظيفة التنفيذ اللي يترأسها رئيس الدولة من 2019 إلى حد الآن إلى أي مدى وفاء الأستاذ الرئيس بمواعده رغم وأن كل المعارضين له يقولوا هذا إنسان ما عندوش برنامج في الوقت اللي هو منذ البداية كان واضح قالهم أنا لا أعيدكم بشيء إلا بشيء واحد اللي هو آليات تغيير وقعكم آليات تغيير وقعكم وصدقه وصدقه ومواكباته لتحولات العصر هي من خلقت منه شخص وطنيون بأتم معنى الكلمة ليش؟ لأنه من يلبس الآن ثياب الزعماء ومن يعيد الناس بالوهم باني يرى بشيحلوا لهم الطريق في البحر ولي بشيواء مانا يبش نحيلهم ربطالة هذية بكل أوهام زمن الزعماء قد انتهى الآن التاريخ نصنعه معية يصنعه موانسينا واتكاثرتنا وفلاحتنا وطبتنا كلنا كشعب في داخل محلياتنا لنا أن نصنع معية التاريخ والمنوال الاقتصادي وعنايتنا بثقافتنا وبرياضتنا لابد أن نصنع هذه الأشياء معا إذن لم تعد هناك أية وصاية لأي كان على الشعب التونسي وعليها يترشح من يريد ولا يترشح من يريد المهم أنه من سيترشح لابد أن يكون ضمن سياق منظومة حكم جديدة فيها التاريخ والظيف فيها وظيفة رئاس الجمهورية من يمثل الدولة التونسية ومن يترأس الوظيفة التنفيذية وتقع محاسبته شعبيا مباشرة له أن يختار رئيس حكومته له أن يختار حكومته له أن يختار كل الجهاز التنفيذي لكن على أن يكون هو رأس محاسبة هذا الدستور الجديد الذي سيمثل السقف القانوني الذي من داخله تتحرك كل قوالين الدولة وبنيت أجهزة الدولة الأخرى في أن تبنى زوز غرف في داخل برامان فإن تخلقت مقاربة جديدة لوظيفة القضاء إذن وبعد أن بنينا أو أنهينا بناء مؤسسات منظومة الحكم ولعلنا في القريب العاجل حينما يتم تقديم البرنامج المنظم للسلوحيات غرفة الجهاز والأقاليم ثم بعدها نمر إلى بناء المحكمة الدستورية أقولها وسريحة بسريحة لبارة برافو قي سعيد برافو لكل أحرار تونس لأنكم أنهيتم بناء الاستحقاق السياسي الذي يضع المواطن ويضع الأهالي داخل سلطة القرار بعيدا على كل الوساطات وبعيدا على كل الوساطات نسمع رأيك